بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتعلم بمهارات مختلفة ازاي نلون صف بعد صف باكتر من طريقة يعني عندنا طريقة وكمان عندنا طريقة وكمان في طريقة وهنعرفها بالطريقة اليدوي هتشوف الطريقة المناسبة ليك هتعرف تستخدمها في تلوين صف بعد صف بطرق مختلفة ومهارات مختلفة يلا بنا نعرفها لو انت اول مرة تزور القناة اشتريك معنا وفعل الجرس على كل الاشعارات علشان توصلك الجهات الجديدة وقت تحميلها على طول ان شاء الله ولو عجبك الفيديو دوس لايك ولو في اي سؤال اكتبه في التعليقات ولو انت مشترك معنا من قبل كده اهلا بيك مرة تاني يلا بنا نعرف الطرق اللي نستخدم بيها تلوين صف بعد صف على برنامج الاكسل بطرق سهلة وبسيطة اول حاجة هنعرفها او الطريقة اللي هنعرفها في البداية وهي الطريقة اليدوية ازاي تقدر تلوين صف بعد صف كتير منكو هيقول لي دلوقتي يا خالد الطريقة دي سهلة وطبيعية انا مش محتاجها بس فيه غيرك مش عارفها محتاج يعرفها طبعا الطريقة العادية ممكن تلوين الصف بالكامل بس ده هيستهلك من مساحة ملف الاكسل اللي انت شغال عليه ممكن تلوين المنطقة فقط اللي انت محتاجها داخل الجدول بطريقة سهلة وبسيطة ممكن بالطريقة اليدوية تلوين صف وتسيب الصف اللي بعده وتحدد الصف الثالث وهكذا نقدر نحدد صف بعد صف ونختار اللون المعين اللي احنا محتاجين نختاره فقط بمجرد ان انت هتلوين صف وتسيب الصف اللون التلقائي للصف الثاني ده هيكون ثابت معي الا لو انت محتاج تلوين الصف اللي باللون الابيض يكون بلون تاني مختلف وليكن باللون الاصفر وهكذا بالطريقة دي احنا بنقدر نلوين صف بعد صف بس بالطريقة دي لو انت عندك بيانات كتيرة جدا هتستهلك وقت ومجهود ومش هتوصل لنتيجة اللي انت عايزة طيب هل في طرق تانية اقدر اعمل بيها التلوين الصفوف دي بطريقة اسرع واسهل الطريقة التانية وهي طريقة الستايل والطريقة دي بنفس الطريقة طريقة بطيئة جدا ومش هتوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها تقريما بنفس نتيجة المانوال بس فورمات مختلف شوية يعني مثلا هفترض ان انا هلغي الفورمات اللي موجودة وليكن انا محتاج الون صف بعد صف هنا كل اللي انا هعمله بنفس الطريقة هحدد الصفوف اللي انا محتاج الونها بلون مختلف بس عندي الستايل جاهز هنا هدخل هنا على القيمة هوم واختار منها سيلز ستايل واختار شكل الفورمات اللي انا محتاجها سواء بحجم الخط او بلون الخلية او باشكال مختلفة كتيرة جدا تقدر تختار الشكل المناسب والطريقة دي نفس طريقة المانوال هتكون بطيئة ومضيعة للوقت بشكل كبير يلا بينا بقى ندخل على الطرق السهلة اللي بوصلنا النتائج كويسة ومفيدة وهي الطريقة فورمات استيبول الطريقة دي بتحول الجدول اللي انت شغال عليه بالكامل لجدول ديناميكي طيب احول الجدول ازاي بشكل زي ده بدون اي بيانات او لو في بيانات لجدول ديناميكي والجدول ديناميكي ازاي ما شرحنا في فيديو قبل كده هتلاقيه موجود في الدايرة البيضة او في صندوق الوصف ايه الفوائد اللي بتعود علينا من الفورمات استيبول او ازاي احول الجدول اللي عندي لجدول ديناميكي مش موضوعنا النهاردة ان احنا نتكلم عن المميزات بس لو انت حابب تتفرج على الفيديو ده وتعرف المميزات اللي بنستفدها لما بنحاول الجدول اللي عندنا الجدول ديناميكي هتلاقيه في الدايرة البيضة الموجودة على الفيديو طيب احاول الجدول اللي عندي ديناميكي ازاي بطريقتين ان انا دوس على من الكيبورد وهو بتلقائي حدد الجدول اللي انا او المنطقة اللي انا محددها في هنا اختيار ان الجدول يحتوي على عنوين او ان الجدول لا يحتوي على عنوين انا الجدول اللي عندي في العنوين هاختار هنا مايتيبل هزهيدر ودوس على اوكي خلاحز ان هو هنا ادينا فورمات بشكل الديناميكي وعمل فلتر هنا وعمل تلوين صف بعد صف وكمان ظهر هنا تابويب جديد اسمه تقدر تختار مجموعة اختيارات منه هنا وتقدر تختار شكل الجدول بالفورمات المناسبة ليك وهتلاقي فيه اختيارات كتيرة جدا تقدر تختارها من الجدول اللي همة دي الطريقة التالتة اللي عن طريقها بنقدر نحول الجدول لجدول ديناميكي ونعمل تلوين للصفوف صف بعد صف يختلف عن الصف الزيادة او يختلف عن الصف اللي قبله طيب الطريقة بقى لو انا مش محتاج المميزات اللي موجودة في الفورمات او الجدول الديناميكي لو انا مش محتاجها او ان دي بتعمل قيود عليا في تشغيل على الاكسل وانا مش محتاجها بس محتاج الميزة اللي عن طريقها بلون صف بعد صف هنرجع هنا للطريقة اللي عن طريقها داخل الاكسل بيقدر يحدد تلوين صف بعد صف بطريقة سهلة وبسيطة طيب اقدر اعملها ازاي الطريقة دي كل اللي انا هعمله ان انا هحدد المنطقة اللي انا محتاج يتلون فيها الصف بعد صف وهدخل على من القيمة هوم واختر نيورول نيورول هنا بعمل زي زي فورمات كده بتشتغل بطريقة معينة الطريقة اللي انا هعملها دلوقتي هكتب ايه هكتب مود هتلاقي الشرط اللي موجود هنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان الفايل ده هنرفعه بالكامل هيكون الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو تقدر تستخدم الفايل او تعبدل عليه ايا كان المناسب ليك هنختار مود وهنقتح الكوس وهنكتب الدلارو وهنفتح كوس وهنقفله تاني وهنختار كومة وهنكتب رقم اتنين وهنقفل الكوس وهنختار اللون اللي احنا محتاجينه يتلون فيه الصف بعد صف وهندوس على اوكي واوكي مرة تانية هنلاحظ بطريقة سهلة وبسيطة جدا ان احنا اتلون الخلايا اللي موجودة هنا صف بلون وصف بلون مختلف طبعا الصف ده هيكون باللون الاساسي وبعد كده هفترض ان انا محتاج ازود الفورمات اللي هنا كل اللي انا هعمله ان انا احدد المنطقة يكون فيها الفورمات واعمل بالبنتر هنا الفورمات بنتر واختار الخلايا اللي هنا اللي انا محتاجها تزلل بلون مختلف احنا كده عارفنا ازاي نزلل صف بعد صف بالوان مختلفة وبطرق سهلة وبسيطة جدا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو واستنونا في الحلقة اللي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته